بالنسبة لنا أن يبقى فيه كود إعلامي أو يبقى فيه كود أخلاقي يرتبط بفكرة الخطاب الإعلامي إعادة النظر، إحنا في حاجة لإعادة النظر في الخطاب الإعلامي مش لازم تحصل مشكلة كبيرة جداً أو شيء كاريسي عشان يخلينا نعيد نظر في الخطاب الإعلامي وكون فيه الخطاب الإعلامي الرياضي ويكون فيه عقاب ما يلنوا يعلنوا وما أعلنوش آه، يعني أنا عايز أقول لحضرائك المفروض يكون فيه عقاب على الشحن عقاب على التحريض عقاب على فكرة التخوين وإلقاء الاتهامات دون دلال بس كل ده في الإعلام التقليدي اللي تحت هيمنة إدارية وحدة ومجلس وإنما لما نروح لوسائة تواصل اجتماعي ودي منافذ تعبير مفتوحة ودي أمور حتى فيها لجانة إلكترونية شجلة بانتظام لصالح أندية ونصالح شخصيات رياضية طب أتحكم فيها إزاي خصوصاً أنها لعبة دور كبير أو في الشحنة أيضاً والاستعداء على الآخر هي السوشيال ميديا طبعاً التحكم فيها صعب جداً جداً وضبطها صعب جداً جداً بس وفي النهاية الأكثر تأثيراً هم الشخصيات اللي بتقود للأشخاص يعني أنت لو شخص غير مؤثر أو شخص ما عندكش حشود بتتبعك وبتشوفك ومستني الخطاب بتاعك مش هتكون مش هتكون مؤثر البدء بالرموز والقادة وبعد كده الموضوع هينتقل للقعدة يعني لو ابتدينا من القمة هننتقل بسهولة جداً جداً ناحية القعدة وبعدين هو الدولة عاملة ضبط لي محاولات التحريض على وسائل التوصل الاجتماعي تحطي تحت مظلتها التحريض الرياضي وخصوصاً أنه هو فعلاً تكلفته بتبقى غالية جداً يعني أنت مش هتنتظر لما يحصل مشكلة كبيرة جداً في وقت إحنا يعني كانت كديراً مشكلة فيها عنف وفيها عدوان طبعاً إنما المشكلة موجودة فعلاً يعني أصل الحالة المعنوية والمشاعر دي مشكلة صحيح التعصب مشكلة بصرف النظر عم مظهر نهائي له اسمه العنف صحيح هو مشكلة بس إحنا ما بنعالكش المشاكل إلا ما نتحول لكوارث للأسف طالما قادرين نتوائم معها ونتكيف معها أو نتغاضع عنها وشايفين إن تكلفتها إلى حد الآن محتملة ما نتعاملش معها بشكل جدي وشكل سريع فأنا قصد دنيا ممكن تتحول لكرسة أكتر ما إن هي مشكلة هل ده تعبير عن فراغ يعني نقدر نقول إنه المجتمع فيه فراغ سياسي فراغ في الاهتمام العام فراغ ثقافي فالناس بتروح تركز في كرة القدم والتعصم الكراوي لو كان فيه اهتمامات أخرى كانت تنفسك كانت خادت اهتمامات لما يكون في حداث أحداث وأضايا كبرى الناس مشغولة بيها وبتدير جدل حواليها فبيبقى شيء يعني موضوعي وشيء سليم بينما لما يبقاش فيه في الساحة قالص غير موطن واحد للتنفيس وهو كرة القدم فده بيزود الحمولة النفسية على التشجيع الكراوي يحولها إلى حالة تعوضية وتنفيسية؟ هو هي أكتر ما إيها حالة تعوضية هي حاجة للانتماء كلنا عندنا حاجة فطرية إن إحنا ننتمل شيء يبقى الشيء ده معبر عنه نتوحد معاه وخصوصا لو فيه حشود منتمل نفس الشيء ده فده بيدينا إحساس بالباور والقوة والتمكن يبقى عندنا بداية للكلام لما نقعد نسأل بعض أنت أهلاوي أو أنت زمالكاوي أو أنت نلاقي شيء معين نلتف في كلنا حوالي فالحاجة اللي انت ما ده بتخلق إحساس بالتوحد مع النادي لما تتوحد مع النادي بتبقى أنت هو واحد ما يسيق ليه تحس أنه يسيق ليك تقدر تتحمله في عصراته في الهزايم بتاعته وتلاقيله مبارده ناس بتشجيع أو ناس بتعصب الحاجة بتوصق بي ده لأ تعصب 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 لأني في الوقت الحد الفاصلا بين التشجيع والتعصب هو أنك أنت ترفض تماما لرأي الآخر وترفض تماما تقبل الاختلاف وعندك تمسك وتشبص برأيك ما بتغيرهوش لما بشوف الألم